وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 262 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 655 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 128 طن في مجال حجب السلع السراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة كما تمضبط أكثر من 455 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض إلى جانب ضبط أكثر من 52 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية يأتي ذلك في إطار ضبط أيضا 20 طن من الأسمنت في مجال البيع بأزياد من الأسعار لمواد البناء فضلا عن ضبط 951 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 184 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر